حكيو عالمقابلة في حد ذاتها احمد البلح قصيت عليك وعدك بشنا رجوع ودوان دونك تفضل اخوها كامل انفكرة السيارة بتاع البلح يحبيت تحكي بها ليه بان كيبش نحكيو على نقولك في تقديري ولا لا او بش نبدلها بانا نتصور لا لا خليك في تقديري نحب في تقدير شو في تقديري انا المباراة هي مقابلة عادية ما الفريق الفيز بها راو ما هوش بشيخ البطولة واليتيحة للرابطة الثانية الفريق الخاسر راو كيف كيف المسيرة بيشتتواصل ما زالي الموسم طويل اكثر ما هيخو الفيز هو ثلاثة نقاط ثلاثة نقاط ما يغيروش كثير من واقع الترتيب بالترجرية التونسي والنجم الساحلي لكن مهمة بيتيتر على المستوى المعنوي سواء بالنسبة الى الترجرية التونسي والنجم الساحلي اعتبارا يعني للظروف اللي يمر بها كل فريق رغم اللي احنا مزلنا في بداية الموسم الناس تتحدث عن ازمة في الترجرية التونسي تتحدث عن ازمة في النجم الساحلي راهو مزال حتى شيء متل عم في البطولة الوطنية وانا قلتها سابقا فازوا الفرق هذوم الزوز قبل ببطولات وقتها خسروا في الموسم خمسة وستة متشوات وعملوا اربعة وخمسة تاعة دولت في نفس الموسم في الاخير كانوا يكملوا على البوديوم يعني ما النجموش ما يزمش نعطيه للمباراة هذي اكثر من حجمه وما يزمش يصيرها كنوع من الشحن ونوع من التجيش وعلى اعتبارها مباراة مصيرية ومباراة يعني تقريبا كان العالم بش ينتهي بعدها انا على مر السنوات مباراة الترجلي التونسي والنجم الساحلي لم نشاهد فيها كرة ابدا كان فيها اكثر شي فيها معناتها الاندفاع الخصومات المشادات المخالفات اكثر منها لعب انا شخصيا تقريبا في العشرة السنوات الاخيرة لم نستمتع بمباراة جمعة بين الترجلي والنجم الساحلي اكثر منها كواليس اكثر منه لعب مروين خلنا اخراك في النجم الساحلي في المقابلة هذه مقابلة ثانية لمحمد المكاشر مع الفريق البداية كانت متوسطة في المقابلة لفيتلوم ومحمد المكاشر نجم نشوف تغييرات الساحة التشكيلة والليه بالمقارنة مع المنافس اللي بشكون ترجل في التونسي اكيد بيانسور اسلام بحكم المقابلة لنجم ابنتلوي كنا لاحظنا كل من غياب مخلص شوشان وحسين بن علي وفادي بن شوق اللي اثروا الحقيقة على الفريق نعرف وجمهين النجم الساحلي تنتظر الكثير من فادي بن شوق ممكن عاوتوا بشتاعة الاضافة للمجموعة اطبقها كما قلت لك اسلام مباراة ذايا بالنسبة للنجم الساحلي نعرف الفريق عنده ثلاثة مقابلات ما سجل حتى هدف كيف كيف في الفريق المنافس الدرجلي باطل معانتا باطلتها مقابلات انتسجل هدف الحقيقة فما قل لها معانتا معانتا منانيينيينيينيينيينيينيينيينييني ينقذون ومعانتا ونحنن يسجلون ما قادمين يسجلون ممكن بش يخدم علي محمد المكشر من ناحية ذايا كيف كيف زايدا رايدا اللي اشوات زايدا بطرح المتلاوي معانتا ما كانت حاضر أكيد سيسير ما اليوم بيش تقوم معتها بش يسيروا تغييرات نعرفه على عكس أحمد الصالح يقول لكم منعطوه هاش أهمية دي ما يقعد كلاسيكو كلاسيكو عنده نكهة خاصة بالنسبة للزوجة مهير الناس كل تنتظر فيه الكلاسيكو ذي مباراة بيش تكون كبيرة صحيح من أجموش نكبروها برشا خاتتعرف اسلام ما أنا كاملها اليوم صحيح بيش يكون التركيز متاعي من أول الجمعة بيش تتخدم أكثر المباراة خاتر روك تعرف تبدأ تلعب برشا معتها للبريسيون وستريس تعملاتش ممكن يخريك تخرج برشا على المباراة يذولي محمد المكشر موش نيقص يعرف الأجواء أذية يعرف الشريخ والملعبية إن شاء الله روكورة مزيانة تعرف اسلام مقابلات ذوما من مفتاح متاعهم نموك إنه نجم يكونوا خاتر كي تعمل برشا ليفوت وفهم برشا ديويلات ممكن يتخدم أكثر على البلاريتي خاتر بش تلقى سوريسيون كي ما قلت لك إن شاء الله عودة قوية بالناحية معتها من مباراة ذي للنجم الرياضي السيحلي إن شاء الله عودوا نشوفوا النجم الرياضي السيحلي مع محمد المكشر فريق بش يتغير كمام يعرفوا يعرف الأجواء متاعصوصا وإن شاء الله كي ما قلت لك اسلام أهم حاجة في المباراة ذي اللي هي الروح الرياضية خاتر المباراة ذي اسلام متعرش على شروع الكونديسون إن جمعتها تصير هادف من الأول مقابل لازم نكتوق عاد ديمة مركز ممارات على تركيز سوى زادة كيف كيف الملعبية والجمهور تصبر حتى لتسعين دقيقة والباقي اليوم هنا نقول الملعبية اليوم ترح اليوم متاع عزيمة متاع فريق هك شفتم معتا التصوير اللي جيتنا في من الجماهيل النجم الرياضي السيحلي عبت كيفاش تبكي عبت كيفية ذحات كيفاش عادت فلوسها يظهر لفرصة اليوم الملعبية بتاع اليطوال بيش تعطي منحبش نقول 100% 100% على لفتا للجماهير اللي قاعدة ويقف على الفريق وإن شاء الله كيما قلت لك إنسان إن شاء الله المقرر معتا الكلاسيك وممتاز وبيعي معنا ثابت نحكو شوية عالتراجي الريتونس يسكندر القصري بعض المقابلة الأولى لي برشة من جماهير تراجي الطالب تغيير حتى في الرسم التكتيك يحب يشوفوا التراجي أكثر هجومي يحب يشوف مثلا يانساس في خطة رقم 10 بالتبديل مع تراجي يلعب الهجوم أكثر هل هي المقابلة المناسبة هذي باش تكون في تغييرات من نوع هذا وإلا المنافس يفرض عليك تواصل بطريقة اللعب نفس شوف بالنسبة لليانساس الحقيقة في التراجي التي تنسف مش كوني يعوض ودونك حسب رأي وحسب ماريت يعني في السنة للفارتا كالسواة في المقابلات 19 فيزيك وإلا في المقابلات البطولة الوطنية يانساس كله تحط الوضعية وتتحط تحت تحت الاتقون وبين في الانتريير دي ما يعني يحقق الديفيرانس وريني حتى الاساسيست بالنسبة اللي اعتهم كالسواة الرودريغيز وإلا حتى الاتقون أخرين دونك التواجد المتاعو الحقيقة مهم ويانساس الحقيقة من اليابي اللي يصنع الديفيرانس بالتحارب كتب وخطر ويحب دي ما يخرج من الكسيرير يدخل في الانتريير ومبعد ياخد كورة ويعمل ليزين دو يعطي ليزاسيست ونجم حتى يتير دلوان دونك تواجد يانساس الحقيقة في وسط الميدان شوفوا انه مهم جدا عكس ما كان يوظف فيه كاردوزو على الكلوار بالنسبة للرسم التاكتيكي الحقيقة أنا ما نشوف شو انه يعني وقت اللي تبدل الرسم التاكتيكي باش تبدل ستيل دي جي متاعك دونك الرسم التاكتيكي سواء كات تروا تروا انت شنو تحب تلعب يعني رسم التاكتيكي ما اذا كم نلعب جي دي ركت مش معناها باش نلعب ال 5 4 1 ما هو اذا نوظف التوظيف الملعبية هو اهم برشة من الرسم التاكتيكي والافكار اللي باش تحط في الميدان بنسبة للاهم نقطة تراجي رادي تونس وانه مش يدرس مريح نجم رادي ساحلي وانتصور وانه ودرس كل نقاط القوة نجم الرياضي ساحلي حتى النقاط الممشيت ممكن تكون نقاط قوة في المرش متاع الكلاسيكو وكما كان يحكي تومر وين نعرف المقابلات هذه تمشي اكثر للدويل وكثر للأجري ومارينيش الحقيقة حتى في السنوات الاخيرة من بعد الثورة خلينا نقول مارينيش الكلاسيكو يعني يبقى في الذاكرة عكس المقابلات وترجي مقابلات كبيرة وفيها فرجة كبيرة وجمهور كبير بالنسبة اسكندر مطالب وانه يصلح بعض الاخطاء حتى في الاخرانية المقابلة الاخرانية وتوا عنده اسبوعين في اسكندر قرب برشة للفريق ويعني يعرف شنو يقتل القوة ويقتل الضعف ويعرف على شنو ينجم يخدم بالضب نقاط نصور انه اسبوعين يعني كافيين بالنسبة الاسكندر خاصة وانه معاه يطار فني تونس ينجم يتجاوب معاه ينجم يتجاوب على بقداه وتبعته يعرف يعرف ليف كثيف ويعرف كواليس ندي نتصور وانه ينجم يحضر الكلاسيكو هذا افضل من المباراة اللي فاتت اسلام فقط ما أعطيك شكرا لكاتب معام تم التعديل ممتاز ياسر بالوقت وإضافة اسم ترجريا التونسي على ذكر الترجريا التونسي اسلام أنا استنادا إلى الحص الحصص التدريبية التي أجرها الترجريا التونسي وسط هذا الأسبوع فانه يتجه إلى إحداث تبعت خلصك العادة لم أتابع الحصص التدريبية خلف باي في مقته فانه يتجاه ربما إلى القيام بتغيير الجريء باي عطينا أخي شوية تفاصيل ولا أدري هل سيحافظ اسكندر القصري على هذه الاختيارات أم سيغير رأيه في آخر لحظة وهل أنه مش يقوم به بمفرده أو بدفع من الإدارة عندك معلومات لشنوها حسب التدريبات فانه يتجه إلى الإبقاء على البلالي في مقاعد البودلاء أبو لأنه الجمعة كاملة يلعب في وسامة بو جر حاجة أخر إقحام جلاسي مكان مرياح مرياح مشتو جاي يبدوني مرياح أنا عطيه تكره حسب التدريبات ما نعرش عد شنو بعد اسكندر القصري يعمل كذلك إقحام الدربالي مكان تقع وهذه فرصة على أقل خلي ياخد الدربالي فرصة كاملة لأنه الدربالي اللي ريناه في الأولمبي الباجي لا أدري ماذا أصابه في الترجري التونسي ربما الملاعبي ملقاش مدهن لكون الملائمة حاجة أخرى هناك ضغط رهيب من جمهور الترجري التونسي على ملاعبيته أنت وقت اللي تبدأ جمعة كاملة تشتم في بن حميدة وفي تيلاريار درواء في بوشنيبة وفي الدربالي كيفش أنت نهارة لم تشتلقاها كيفش الملاعبي بشي تحسن للأسف الملاعبية ذو ما مردودهم كان حاجة بمرور الجوالات وبمرور الأيام تأثر بهذا الضغط الرهيب وكمية الشتم والثلب التي يتعرضون لها كيفش أنت نوع من السكيزوفريني كيفش أنت تجي للملاعبي متاعك مع أنت تحتمه بشكل يلعب وشجع وخلي على أقل يطور في مردوده أعود إلى حكاية التغييرات في التشكيل لأنا بصراحة إسلام لأو شطر اسكندر القصري في أنه يضحي بالبلايلي مثلا أو أنه البلايلي يكون الشمعة أو كبش الفدا للي صار من نتائج ربما ما كانتش في المستوى ولماذا ما حدنا حمل البلايلي المسؤولية وحده كان على اسكندر القصري أن يمنح البلايلي إشارة القيادة وكان على الإدارة أن تدفع في هذا الاتجاه لأنه البلايلي ملعبي مهم وبش تستحق في قادم الأيام وفي قادم الاستحققات وخاصة من الأفريقية كجي أنت تحط بناك مثلا إذا كان معنى القصري قام بهذا الشيء أنا نحكي استنادا للتدريبات ربما ما تغير برشا أشياء معنا أنت وسط الجمعة كاملة تلعب في بوغر يعني أنت ناوي تتعمل على بوغر أنت وقت لتحط الدربالي مكان تقع يعني أنت ناوي تتعمل على الدربالي وكيف الشأن بالنسبة للحمزة الجلاسي كذلك قحام حمزة الجلاسي ضد النجم الساحلي رأسي يلاحظه حدين ربما النجم ما نعرش أنا شنو رأيك أنت مروية ممكن اليوم خطر حمزة يعرف الأجوية يعرف الملعب متع السوسة يعرف الملعبية معت متع النجم الذي سيح لعب مع ممكن أسفور عدك كيف بش عادي ترح خطر رأي جن كلمك رأي صعبة برشا كنت في جماعية واليوم تمشي الجماعية أخرى لتراجي اليوم تلعب ذات فريق اللي أعطاك الفرص وعطاك الأوكازيون اللي مشيت بها المنتخب نعرف اليوم نحكي على احتراف متبرقة أن نرى اليوم رأي صعيبة على حمزة وتنجم تكون بها الحمزة يعطى اليوم حمزة كن بش يوصل يرعب ضد النجم راضي سيحلي ويعدي مؤبرات كبيرة ليهو معنا التراجل ما بش نحكي عليهو خاطر اليوم كيتحط ضد فريق اليوم برسيون وحط على الجماهير نعرف بما هيش بش تكون سهلة الحمزة صعيب كنت لعب في فريق ونتنقلت الفريق إذا اللي معنا الحمزة الرأي أسكو بش تلعب بش تلعب بش يتحب مع الجماهير الترجل تونسي